طبعا ناس كتير قوي بتعاني مع أطفالها الشاءة بقت كتير الجيل اللي طالع ده تقريبا كل الأسر بتعاني منه فاحنا كده لو حنبدأ كده ستب باي ستب يعني يحن ده واحدة هنقول طيب ازاي نقدر أبني نفسي التفلي تمام السؤال ده حلو جدا أي إنسان في الدنيا عشان خاطر يكون إنسان سوي لازم يكون جسمه كويس نفسيته تكون كويسة عقله يكون كويس احنا بنهتم بالجسم وبنهتم بالعقل لكن مش بنهتم بالنفسية في معظم الأوقات وعشان الطفل يكون سوي لازم أول ركن نشبعه عنده هو ركن الحب والعاطفة وعلشان نعمل كده لازم نوفر للطفل أربع حاجات نعملهم يوميا أو مش يوميا إذا توفر الوقت منهم هنعمله يومي ومنهم هنبتزي نعمله على مدار حياتنا معي من الحاجات دي التقبيل تقبيل الطفل بينقسم لأربع أنواع تقبيل الرأس جيبي سموها قبلة الفخر يعني أنا فخور بيك وبعد كده تقبيل الجبين ودية معناها أنا راضي عنك وبعدين تقبيل الوجنتين معناها أنا مشتق لك وبعدين تقبيل الإيدين دي معناها أنا بحبك وبتدل على الودي زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عمل مع السيدة فاطمة ده أول ركن الحاجة التانية عايزة أقول لك يا دكتور أن الكنترول بيقولي أنه هو أول مرة اسمعك كلامك جامد ده أنت يا قلبة الدنيا بصراحة من ساعة ما جيت لحلقتي الحاجة التانية أن أنا أجيب له هدية الهدية من أكتر الحاجات اللي بتفرح الأطفال الحاجة التالتة أن أنا ألعب معاه وأن أنا أهاضر معاه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل مع الحسن والحسين آخر حاجة أن أنا أقابله بسعادة أن أنا أستقبله بطريقة كويسة زي ما بستقبل أي ضيف لما بيجيلي يكون فيه ابتسامة لما أشوفه أفتح له درعاتي أقوله دورت الدنيا أنت منور حياتي الحاجات دي كلها ده بالنسبة للركن الأول اللي هو ركن إجباع العاطفة والحب الركن التاني هو ركن الطمأنينة والأمن النفسي وده بالنفروض أن احنا بنوفر للطفل بعض الحاجات برضو زي إيه؟ أن أنا ما فضلش بين الولاد وبين بعضهم أن أنا ما فضلش الولاد عن البنات أن أنا أكون قدوة حسنة في تصرفاتي قدام ابني وأن أنا أبعد خالص عن الخلافات الزوجية